بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث سكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وشد من القدس ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا أدوان إلا على الظالمين الشهر الهرام بالشهر الهرام والهرمات قصص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمسلم اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلقى وأحسنوا إن الله يحب المهسنين واتم الحج والأمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الحدي ولا تهلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي معه الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأس فففدية من صيام أو صدقة أو نسق فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الحدي فمن لم يجد فسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلقى شرط كاملة فذلك لمن لم يكن أهله هادر المسجد الهرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد الإقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفأل ومن خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزال التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناه أن تبتغوا فلن من ربكم فإذا أفدتم من أرفات فاذكروا الله عند المسأر المشأر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الطلين ثم أفيد من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباكم أو شد ذكرا فمن الناس من يقوله ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وما له في الآخرة من خلاق